ندخل بالتخيل ونحكي عن إذا أنت متخيل شيء معين كيف بدك تفسره بما أننا داخلين داخلين بالذكاء الاصطناعي وبما أننا منحكي ومنتدرب على الذكاء الاصطناعي خلينا نضلنا فيه حتى يعني بدي أوريكم شغلات كيف تستفيدوها صح من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي طبعا ما فيش حدا بيعرفوش شات جي بي تي عبارة عن محرك نصي لتوليد الأفكار والنصوص بالذكاء الاصطناعي الآن شات جي بي تي يا ريت أنك ما تخلي في بالك سؤال إلا وتسألك إياه ببساطة أنا بتعلم جديد على متجيرني ما بعرف له هاي يوم متجيرني أنا ما بعرف له فبدي أسأل هنا شات جي بي تي بدي أسأله بدي أحكيله على سبيل المثال بالعربي بالعربي ما بتحبش الإنجليزي أكتب بالعربي حكيت له ما هي الطريقة مثلا المثلة لكتابة طلبي أو تخيلي الصوري البصري من منصة متجيري خليني أشوف إيش الأمور اللي هو ممكن يعطيني إياها حتى أنا أكتب لمتجيرني بالتفصيل إيش الإشي أو إيش الإشي اللي هو بفهمه شو الطريقة المثالية وبالتالي هون يا جماعة بكتب لك بالتفصيل بيقول لك مثلا لتحقيق أفضل النتائج عند كتابة طلبك أو تخيلك لازم تشوف هاي الأشياء أنا يا جماعة كسعيد بدل ما أقعد هسه أحكي رح أحكي لكم الإشي اللي هو كاتبه بيقول لك أول إشي قبل ما تتخيل قبل ما تتخيل أي إشي كن دقيقا ومفصلا يعني احكي له بالتفصيل شو اللي بالدكية وضع جميع التفاصيل وما إذا ذلك مثال أريد صورة لمنظر طبيعي يحتوي على جبال تمام استخدام أو استخدم الأوصاف البصرية المحددة مثلا شجرة ما تكتب شجرة أكتب شجرة بلوت قديمة ما تكتب منزل أكتب منزل ريفي من الطوب الأحمر واو إذن المتجيرني يعشق التفاصيل أكتب بالتفصيل إذا كنت بدك إشي دقيق أكتب بالتفصيل بينما إذا كان بدك إشي عام أكتب بالعام حدد الأسلوب الفني أذكر السياق أو المشهد كيف بدك إياه يكون البيئة الخلفية أوصف أوصف قد ما تقدر مشهد لمدينة مستقبلية مع أبراج علي تمام التعبير والتفاصيل الشخصية يعني أنت مثلا في أشخاص مثلا طلبت شارع في أشخاص هذول الأشخاص إيش بدك إياهم عرب أجانب كوريين إيش بدك إياهم بناء عليها أو بناء على هذه المدخلات هو بيصنع لك أبعاد الصورة بدي إياها مثلا بقياس كذا أو بأسبك تريشيو كذا تمام تجنب الغموض والتعميم ما تكتب جميل أو رائع حط تفاصيل لأنه بالنسبة له هو كمبيوتر ما بفهم شو يعني جميل ممكن بالنسبة لك إشي جميل يكون بالنسبة له لا إذن المثال المكتوب بشكل مثالي رجاء هاي يا جماعة الجملة نفهمها منيح لأنه هيك المتجيرني بيفهم أريد صورة لحديقة يابانية تقليدية تحتوي على جسر خشبي فوق بركة مياه تعكس الأشجار المحيطة الألوان هادئة ومريحة الأشجار في منتصف الخريف بأوراق برتقالية وحمراء الأسلوب الفني واقعي مع تفاصيل دقيقة رائع تمام الآن المتجيرني يا جماعة أنت ما بتقدر تعمل من هذا الكلام كوبي وتروح على المتجيرني وتعمل بيس لأنه ما بيشوف العربي إذن رح أجي من هون أحكيله ترجم إلى الإنجليزية وصف مثلا النص المراد نقله أو نسخه إلى متجيرني وبالتالي حيعطيني بالزبط إيش الكلام هذا اللي هو كتب ليه هنا بالعربي حيعطيني يا بالإنجليزي فأنا الآن رح أعمله كوبي ورح أجي من هون وأعمله بيست وأعمل انتر حتى يبدأ توليد لهاي الصورة ولكن قبل ما أعمل انتر رح أجي هون على الخيارات أحكي عنها شوي مقدار التخيل مقدار التخيل هل بدك إياه عالي ولا متوسط أنا الصراحة بالنسبة لي بحب أحطه 500 الاختلاف بين الأماط قلت له بدي إياه يكون كمان تقريبا 30 على سبيل المثال أنا باستخدم Virgin 6 أكيد بالإضافة إنه المود رو على أساس يعطينا صورة حقيقية لسبيد أنا حاطت ريلاكس ولكن أنتو حطوا تيربو ريلاكس لأنه أنا خلصت واستنفت الصور اللي عندي وبالتالي أنتو استخدموا تيربو أنا عن ريلاكس مش مشكلة الأبعاد اللي بدك إياها بدي الصورة يا جماعة بالعرض بتكون شوي رايحة بانوراما مثلا إذا بدك بانوراما كتير ممكن تحمل هيك فلا أنا بدي إياها هيك تقريبا الأمور تمام نعم بتيجي من هون وبتكبس Enter وبالتالي بني Create بتلقي يبلش يولد الخيارات الجديدة اللي أنت طالبها كل صورة بتطلب توليدها بطلع لك تحتها شو الخيارات اللي أنت عملتهم أنا عملت Style Life كذا كايوس اللي هي الفارييشن كذا والأسبك تريشيو كذا والستايل كذا وبالتالي يا جماعة أعطاني هاي الصورة هاي الصورة أنا شايفها صراحة مش واقعية هاي تمام لا لا حبيت هاي صراحة الآن هون إيش الاختلاف هذا يعني ليش أعطاني هون صورة شبه كرتونية بكسلة هون أعطاني صورة واقعية بلا يا جماعة خنلعب لعبة أنا بدي أجي هون وأطلع بالسهم على الكيبورد أطلع بالسهم لفوق طلع لي الأمر اللي أنا كنت حطه تمام ما رح أعمل إيشي أنا رح أجي من هون وحكيله عند الفارييشن خليلي إياها صفر ما بدي إياك تعملي تنوع في النتيجة خلص اللي أنا عطيتك إياه عطيني إياه بدون كايوس بدون فاريتي تمام خلينا نشوف الآن كرييت شو النتيجة اللي حتطلع الصراحة صور واقعية أو شبه واقعية بنسبة عالية تقريبا حبيت هاي الصورة مثلا حبيت لك تكبرها نعم على يميني من هون في عندي فيري في عندي أب سكيل تمام من هون حكيت له فيري يعني حاب أشوف من هاي النوعية من الصور حاب أشوف كمان أنماط فجيت من هون قلت له فيري قلت له أعطيني سترونج بدي اختلافات قوية يعني بس من نفس هذا النمط لما أروح الآن على كرييت رح ألاقيه بلش يولد كمان أربع صور مستنبطين من الصورة اللي أنا اخترتها هون فإذا أنت بتيجي تحكي له فيري كرييتف بروح بولد من اللي أنت عطيت له إياه بولد لك كمان أربعة من نفس روحها من نفس نمطها وبالتالي احتمال تقرب للإشي اللي بدك إياه أكتر تمام أعطاني هون الصورة هاي وأعطاني الصورة هاي والصورة هاي والصورة هاي أنا حبيت على سبيل المثال أحد منهم فأقوم بحكي له أبسكيل صبتل أو كرييتف خلنشوف الفرق وبالتالي هنا أعطاني تنتين الأولى عمل لي أبسكيل سابتل والتاني عمل لي أبسكيل كرييتف خلينا نشوف الفرق بين التنتين طبعا يا جماعة أبسكيل متى بتعملها؟ لما الصورة خلاص تعجبك عجبتك الصورة بتعمل أببسكيل حتى يعطيك الكواليتي الكامل منها من بعيد التنتين زي بعض بس خلينا نشوف السبتل نكبرها تمام هاي سبتل هاي كرياتف بالكرياتف ما فيه شغلات غريبة يعني بالكرياتف حسيت الصورة واقعية اكتر يعني شوف هون المي الكواليتي تبعها شوي سيئ الاخصان هاي اللي هون هيك شبه ماء الها داعي يعني حاس انها مش طبيعية بينما هون شوي حاول يحسن شوي من الصورة ويعطيني شوي نتائج حقيقية خصوصا بموضوع التكستر يعني شوف هون التكستر شبه معدوم ما فيه تكستر على الحجر هكذا هون لا اعطاني شوي تكستر زيادة وبالتالي حسيت انه اهتم بالتفاصيل بإمكانك تعدل على الوصف ببساطة ممكن تكبس هون على الكلام تعمل use text ايها طلع لك الكلام مرة تانية هون نفس الوصف بدي اغير شوي I want like image traditional Japanese garden I want to show you 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 in autumn لا خليها مثلا in spring مثلا انه تكون ربيعية having green مثلا leaves تمام the artistic style realistic with detailed features تمام تمام خليني هون اكتب مثلا landscape photography اشوف شو ممكن يطلع لي بعد ما ضفتها طبعا من هون stylization النص row صورة حقيقية تمام مجرد ما اعمل enter حيبلش يولد الصورة الجديدة بناء على description بتغيير الوصف اتغيرت الصورة بالكامل اتغير الجو اه اتغير لون الورق اتغير كل اشي يعني كنا هون وصورنا هون نفس التفاصيل ولكن غيرت اشي بسيط في description على فكرة اعملت use text كمان مرة وجيت هون بدي اضيف كمان شغلة بدي احكيله مثلا golden hour مثلا على اساس انه يعطيني اه الوقت golden hour المغرب وبالتالي الان رح يطلع لي نفس الصورة هاي ولكن باجواء المغرب او الجو البرتقالي بـ sunset كل جزئية بتكتبها بالمجرني تأخذ بعين الاعتبار الان بعد ما ضفنا golden hour اعطاني هون صور رائعة جدا بناء على الوصف 100% وبالgolden hour او بساعة sunset عجبتك بتعمل upscale creative حتى يعطيك صورة بquality ممتاز بحقيقية ممتازة و نرجع نحكي جود التفاصيل ممتازة